اهلا وسهلا بحضراتكم مرة طب اخرى الارادة الوحدة على تكفي ارادة بدون ادارة لهذه الارادة مش هتحقق اي حاجة ودي مشكلة احنا وقعين فيها بنتكلم دايما على اننا عايزين لكن ما بنعرفش انترجم ده ازاي كيف يمكن ان نحول ارادتنا بادارة صحيحة الى فكر الى واقع الى ممارسة بالفعل هو ده اللي هنتكلم فيه هنتكلم في فن الكلام وهنتكلم في اصحاب الكارزمة مع صاحب الكتابين المهمين فن الكلام واصحاب الكارزمة الاساس الدكتور اهاب فكري دكتور اهاب فكري خبير وباحث مهم في عدم الادارة والتنمية البشرية اهلا دكتور اهاب اهلا بيك فن اهلا بخضرتك هو الحالة اللي احنا فيها في مصر ارادة ولا ادارة صحيح يعني هو الواحد فعلا نجاح أي إنسان بالقدرة والرغبة صحيح بتقول اللي هي القدرة دي اللي هي الإدارة والرغبة اللي هي الإرادة نعم ففعلا إحنا عندنا إرادة جامدة جدا ده حقيقي يعني هو خلال السنة اللي فاتت أنا خايف إنها تصبح إرادة كلامية يعني صحيح مزبوط ونخش في ما يسمى بثقافة الينبغيات ينبغي وينبغي وينبغي ما زهقت مننا بسبب كده يعني ونقول عليها النظرية اللابدية النظرية اللابدية لا بد إنك تعمل ولا بد إنك تعمل ولا بد إنك تعمل تباعمل يا عم بالزبط كده التفعيل هو ده الموضوع فأنا مع حضرتك إنه الإدارة هي الحكاية أعتقد إنه لو ما فعلناش الكلام الكتير اللي بنقوله بعد شوية هيفخد قيمته خلاص مش هبقى موجود معنا مصر زي العربية القوية جدا جدا اللي كل مكوناتها أغلى مكونات في العالم بس كل مكون موجود في حتة لوحده جوا قوضة كده محتاج يتجمع عملية التجميع دي هي الإدارة إذا جمعت هنشوف يعني أداء مبهر ولكن المكونات ده ما حاجة بتقول قبل في الفخرة اللي قبل كده وانا مصر كل ما نحطي قدينا بحتة نطلع بكنز صحيح هي كده فعلا يعني بس عايزة تتجمع عايزة الحكاية دي تخش ببعضها هو ده قصة الإدارة طيب ما تجي نترجمها للواقع يا دكتور يعني كان هناك إرادة للتغيير في مصر كان هناك إرادة ترجمت بفعل اللي هو خروج نسل الشارع أسقط نظام صحيح هل ما ترى منذ يناير 2011 في إدارة لهذا التغيير أم أن الإرادة انطلقت بلا إدارة طوال الوقت يعني الكلام على إطلاقه يحتمل كده وكده يعني في حاجات شفناها نجحت جدا شفنا انتخابات برلمانية نجحت وجابت نتيجة إيجابية جدا عندما توفرت الإدارة ده صحيح شفنا إنه يعني لو أقول لحضرتك أنا بقلي تقريبا ست شهور 180 يوم يوميا أتلقى من شباب بيجمعوا نفسهم جوة جامعات دعوات عشان خاطرات أروح أعمل محاضرات في الإدارة طب دول شباب يسمعوا إدارة ما عارفين هكلموا في الإدارة يعني دول من نفسهم بيعملوا كده ويجهزوا نفسهم ويشتغلوا ولو تخش حقيقة على المبادرات الكتير جدا اللي موجودة بقى في الصاوي ولا على النت ولا هنا ولا هنا لأ فيه ناس بتتحرك بشكل فردي وفيه ناس بتتحرك في مجموعات وفيه كمان قطاعات حكومية بتتحرك شايفين اللي جان بتتحرك في مجلس الشعب أنا مقدرش مش عايز أتكلم بوجه عام أن أنا عندي مشكلة أن مصر بنتكلم بس وبنفس لا بالفعل فيه حاجات بتتحرك وبتتنفذ ولكن هل ده المأمول هل ده اللي احنا مستنينه ما أعتقدش احنا كنا نحب نشوف نفسنا في حاجة تانية أحسن من كده يعني الإرادة القوية جدا إلى أسقاط نظام هل تتوازى وتتوازن مع الإدارة اللي تمت فيها المرحلة لا أنا ما أقولش كده حضرتك وأقول أنه إحنا محتاجين نبص الفترة اللي جاية إزاي بقى ندور صح يعني أنا متخيل أنه إحنا بنسعى في مصر إلى دولة مؤسسات بشكل حي عشان خطر بقى نشتغل بشكل سليم يعني حابب أقول أنه فيه أربع أجهزة أربع مؤسسات ضروري تبقى موجودة في مصر علشان خاطر أتطمن على فاعلية التنفيذ حضرتك التنفيذ مش مجرد بالكلام التنفيذ له آليات أنا متخيل أنه مصر محتاجة جهاز مستقل لإدارة الممارسات الديمقراطية جهاز لإدارة الممارسات الديمقراطية حضرتك يتشكل من مين تمام خليه أقول لحضرتك مطلوب منه إيه الأول طيب إحنا عندنا عملية الانتخابات بتمشي بأربع مربعات كده وحاك ممكن تمشيهم زي عقرب الساعة كده الأول عندي مرشحين الناس بيرشحوا نفسه وبعدين عندي منظمين نعم وبعدين عندي محللين وبعدين عندي مصوتين كي أنا بسميهم الفور أم يمشي زي عقرب الساعة كده المرشح الأول وبعدين بعد كده يروح للمنظم اللي بيعمل عملية التنظيم وبعدين محلل بعد كده وبعدين بنخش لعملية التصويت المصوتين الجهاز ده المفترض أنه يشتغل مع الأربع أطراف عند حضرتك مثلا حاجة اسمها المناظرات مين اللي بيعمل الأسئلة هنسمح لأربع يقفوا مع بعض ونتكلم معهم مرة واحدة ولا كل واحد لوحده اللي بيحط الأسئلة علماء نفس ولا إعلاميين ولا سياسيين ولا إداريين هل هينفع أن هم ينظروا بعد يكلموا مع بعض سوا ولا لا ومدتها قد يهنسيب الناس تسقف ولا لا استطلاعات الرأي مين اللي يعمل استطلاعات الرأي هل جهة مصرية ولا جهة عالمية طب وهنضمن حديتها منين الناس وهي وقفة في الطوابير حيث نشوف ثلاث ساعات وأربع ساعات وكده الزخم العالي جدا اللي موجود الناس ينفع توقف طوابير ساعتين وثلاثة بعد الحشد اللي حصل في الاستفتاء وبعد الحشد اللي حصل في مجلس الشعب شفنا مجلس شورة اللي قبال عامل إزاي بعد شوية هيبقى عندنا مشكلة حقيقية إزاي أعرف قدرة المصري على الانتظار في طابور قد إيه وبعد كده هيمشي يعني لو حد قالي أنا عملت دراسة وبقول إن المصري يقدر يوقف في طابور 17 ديئة أقول له لا ملكش حق 17 ديئة في الشتاء ولا في الصيف واقف على أسفلت ولا واقف على بلاط واقف في مكان متسقف ولا مش متسقف مهم جدا إن أنا أبقى عارب بجد طبائع المواطن المصري عشان خاطر أعرف في حساجة تقريب من جديد طبائع المواطن المصري يعني طبعا متغيرة طبعا متغيرة طبعا مع حضرتك تماما نحن بنسمع هو يعني مكالمة حاكم مع معهد القلب لا متغيرة يعني طبعا ما كناش نتخيلنا حاجة هذه ممكن تحصل يعني تمام لكن عايز أقول لحضرتك تحريرتك قلت لي أربع حاجات أيوة قلت لي الأولى آه إدارة الممارسات ديمقراطية حقيقة ما نبتديت بإدارة التغيير وإرادة التغيير أنا متخيل أن احنا عندنا تغييرات كتير جدا 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 في مصر محتاجين جهاز لإدارة التغيير وده الجهاز ده للأسف يعني حاضر وغائب في ضمير المجتمع بتاعنا بنقول أن احنا هنغير ولكن ما عندناش مركزية في عملية التغيير مين اللي بيرقب عملية التغيير مين اللي حطت خطة التغيير أولا يعني مين اللي حيحط الخطة وإيه الأياد اللي حتنفذ هذا التغيير ومين اللي بيتابع بقى فندم التغيير يعني النهار ده أنا بقول هفتح مع بالرفع فالفتحة دي تدرب في 16 حتة جوا مصر مين اللي بيقعد لل 16 قبل ما أخذ القرار محنا بنشوف بقى قرارات بتتقال ويحصل مشاكل كتيرة جدا لأن القرار أحيانا لساني يسبق عقلي عقلي ده هو عملية إدارة التغيير قبل ما أخذ القرار مش شايفون المشكلة في العلم أنا أسف يا دكتور مشكلة في العلم أنا مش متعلم أن أنا لازم ما أقعد مع ال 16 وأعرف كل واحد هيبقى رد فعل وإيه إيه حجم المخاطر هنا وإيه حجم المكاسب هنا وبعدين نطلع أقول القرار إحنا بقول القرار الأول وبعدين كله يجري ناف وعلشان خاطر أبقى كمان يعني حضرتك محدد يعني حضرتك بالضبط وموافع على حاجة تقوله بالضبط عشان أبقى كمان يعني محدد قوي في الحتة دي اللي بيكلمني عن التغيير مش قصد جهاز إدارة التغيير يعني ده مركز قوة في البلد لأن في أحد متخذ القرار قال لي كلمة دي يا دكتور أنت بتدعو لمركز قوة في البلد لا ده دول سكرتاريا إدارة التغيير دول اللي هيجمعه الناس اللي هيجمعه 16 جهة ويقعالون سكرتاريا لأعضاء التغيير يعني بمعنى إيه يا فندم أنا عايز أجيب ناس متخصصين في الإدارة وحضرتك بتقول دلوقتي إحنا عايزين نبتدي نمشي مثلا مش ده اللي يحصل يعني نمشي الشركة الاسترالية اللي بتشتغل في منجم الدهب ونجيب مكانها شركة مصرية ده تغيير ده محال وقوي يضرب في كام حتة والله ما ينفعش أقولها كده أجيب كل الأطراف المعنية وعلى نوع من الاجتماع الأول مين اللي يجيب هم دول بتقدر التغيير دول سكرتاريا دول يجيبوا الناس دول ويقعدوا وعملوا ميتنج ويطلعوا بالتفاصيل بتاعة الاجتماع ويقولوا آه والله ينشأ مشكلة هنا وهنا وهنا عايزين نقابل دول حقدر أتحمل إيه ما حقدرش أتحمل إيه الخسارة أكبر من المكاسب لا حتفضل زي ما هي لفترة زمنية حاول أكبر مكاسب في الاتفاق هايل مش كده برضو يعني نفع هو ده يا فاند على راسنا هو ده بقى اللي أنا بقوله اللي هو إيه إدارة التغيير عدم وجودها هي السبب في أن تيجي حكومة وتشتغل وبعدين في المشروع بتاعها توصل لـ 80% منه وتتغير فتيجي الحكومة التانية تنساه خالص وتكمل في حتة تانية فيفضل عندي دايما منتجات غير منتهية لو عندي إدارة تغيير ده فيه حاجة اسمها عقد التغيير من ضمن التغيير إن وزير مشي وجيه وزير تاني نعم إن رئيس وزراء مشي وجيه رئيس وزراء تاني فيبتضي يمضي على كل المشاريع دي يقول آه أنا بسلمك فضل 20% هتسلمهم في الوقت الفلاني مين اللي بيمسك عقد التغيير هم الجماعة دول بتوع إدارة التغيير في مصر فيه العقلية العلمية دي فمصر مليانة العقلية العلمية دي ولكن هو مش بالضرورة كان ده مطلوب يعني الإرادة السياسية ما كانتش مطلوبة في الحتة دي طيب ده اتنين تلاتة تلاتة حضرتك لو رحت الدكتور ربنا يعافينا كلنا يعني ما يجبلاش حاجة وعشة أود يعني في حياتك جميعا ويروح حد لدكتور والدكتور في مصر بيبقى مكتوب لعيادة من ساعة ستة لتسعة وبعدين الممرض يقوله تعالى ستة لربع عشان خطر تخش بدري شوية يروح ستة لربع يلاقي في 11 واحد سابقينه الدكتور ييجي الساعة مثلا عشر ونص تقريبا على ما ييجي لأنه مش مشكلة العيانة هو يقعد ما يجرش حاجة على ما يخش تبقى الساعة 12 ولا واحدة ولا حاجة وبعدين ممكن قبل ما يخش بروبة ساعة الدكتور يجي له عملية ويمشي ما يجرش مش مشكلة الراجل ده بقى حقه فين في عندنا مشكلة في الفينيشنج عندنا مشكلة في الأداء والجودة في المؤسسات المحترمة الدول المحترمة في حاجة اسمها جهاز للرقابة على الأداء العام والجودة احنا فاهمين ان الرقابة رقابة مالية انه نشوف راجلة بيسرق ولا بتاهم مش كده حضرتك دخل تعمل الرخصة وخرجت المفروض تخرج بعد 20 دقيقة حاجة دخلت وخرجت بعد 3 ساعات اه افهم ايه الحكاية بقى فده نظام بيسموه قدت مراجعة بيتم مش عشان خاطر الفلوس ولا عشان خاطر الفساد لا عشان النظام الاداري بيتم ولا لو كل مصنع عندي كده لو كل جهة حكومية عندي كده الأداء العام يرتقي طبعا من غيره خلاص قصدك تقول لي ان انا لو رحت لدكتور ولطعني من 6 ل11 بالليل انا علي ان انا اروح لأهزى الجهاز وسيتم اتخاذ اجراء مع الدكتور فكل الاطباء هيبقوا ملتزمين كل المهندسين هيبقوا ملتزمين كل مكاتب الخدمات اللي انا بدفع لها مقابل او بدفع ضرايب هتكون حريصة انها تديني حق بالزبط بالزبط ولو انا شاطر بقى بجد وانا بعمل الجهاز ده وراجل بتاعي يضرب حقه حقيقي الراجل ده مش هيجيلي انا اللي هعمل رقابة كمان قبل ما يجيلي ان اصبح دلوقتي كلمة الشكوى سمعتها وحشة يعمل بنتكلم وبنشتكي وبنتصل وبنتكلم في التليفونات الناس بتوعي تقول كده وفي الاخر ما بنوصلش الحاجة وعندنا عملية صعبة قوي حضرتك لو في مشكلة في الانتخابات اتصل على واحد واحد خمسة اتنين نقول اي كلام ولو في مشكلة خاصة بموضوع انا بيب المتجاز اتصل على اتنين اتنين ستة ستة تلاتة تلاتة خمسة اربعة اذا كنت مؤمن اتصل على كذا كله تليفونات الارقام دي كلها الناس هتعمل ايه الجهاز العام او الرقابة العامة على الاداء والجودة عنده رقم واحد بس لكل مصر بنسميها حتة واحدة بس اروح لجهة واحدة اتكلم معاه وهي تتصرف انما انا عمل انا طول ما حاجة بتسمع واكلم 137 عشان خطر لو فيه طورة واكلم مين عشان خطر لو فيه ايه المواطن يعمل ايه يجيب الارقام دي منين هو جهاز واحد وانا بتعامل بعد كده وبعمل انا اللي بعمل زيارات وبروح هشوف الاماكن دي مشي ازاي وهكتيجي تروح بقى للدكتور بتاع حضرتك تلاقي على يفطيته كده معلش مقفول لمدة شهر ويحول لحضرتك لأقرب ده كترة على نفس الدرجة العلمية في نفس المنطقة الكلام ده مش مستحيل مش صعب يعني لا طبعا مش صعب طب الرابعة الرابعة هو جهاز لترشيح وتقييم شاغلي المناصب الهام بالدولة مفيش مؤسسة محترمة مفيش دولة محترمة الناس بنقيها لانه هو دمه خفيف او لاني قابلته او لانه محترم بيفكر كويس بس حظه ان فيلته جنب فيلتي في مارينة لكن الشاب العبقري اللي في كفر الشيخ مانوش سكة وهو برا الرادار مش جايبه فهو مش هشوفه لكن انا النهاردة اللي بنزل اقول انا عايز محافظ للجيزة مواصفات واحد اتنين تلاتة اربعة ياريت يبعتلي ورقه عشان قطر هنقابله فيه ناس بتشتغل كده بتقابل وتعمل ترشيحات في المؤسسات المحترمة كل وظيفة تحتيها خمسة خمس اسماء جاهزين يركبوها النهاردة النهاردة يخشوا في المكان ده واحد اتنين تلاتة اربعة من حق حضرتك كرئيس الحكومة انك تجيب حد غير الخمسة دول لكن لازم في مجلس الشعب توقف فارد ظهرك وتقول لهم ليه انا جبت النبرة ستة ايه السبب وبالتالي عايز اقول لحضرتك ان الظلم احيانا يكون سببه سوء نوايا واحيانا سببه سوء دارة جاهل ايه هو ده فده الجهاز الرابع الموجود انا بنظرة كده بحثية ملاقيتش مؤسسة محترمة مفاش الاجهزة دي باختلاف المسميات وبنظرة كده بحثية ملاقيتش بلد محترمة مفاش الفاعلية الاجهزة دي باختلاف المسميات انا تحت انطباع انه النهاردة احنا بنكش كلم في رئيس اللي هو رئيس الجهاز التنفيذ رئيس الجمهورية نعم او رئيس يعني السلطة التنفيذية اذا جازل تعبير عملية التنفيذ من غير الاربع جهزة او الاربع آليات او الاربع افكار مش لازم يبقى كلامي هو اللي تنفذ او الاربع افكار دول احنا بنقول ينبغيات في الاخر مش هيتنفذ جميل اصحاب الكارزمة هنقلك على طول فضل عندنا مجموعة من المرشحين كتير ممكن توصف لي كارزمة كل واحد تمام يعني لو قلتلك ما هي كارزمة الشيخ حزمة ابو اسماعيل تمام يا فضل تسمح لي اقول الاول لحضرتك اه اقول لحضرتك الاول الشكل العام بتاعها عامل ازاي كارزمة هي الحضور الطاقية الناس فهمة ان الكارزمة هو الراجل اللي هو صاحب الهلة صاحب الطالة صاحب الكترة طول بعرض كده اه وارد ولكن عايزين نقول ان حضور الانسان بيكون لواحد من اربع اسباب يا اما هو نجم يا اما زعيم يا اما مدير يا اما قائد والالاربع دول كل واحدة فيهم حاجة لوحدها نجم زعيم زعيم مدير قائد النجم اللي عنده حاجة اسمها حضور شخصي يعني تقوله هترشح مين يا عم الحاجة ولا كلها الشيخ حازم هترشح مين يا ابونا الفاضل ولا كلها عمر موت ليه قصد يقول ايه بقى كده هو هو مش عاب بقى قصد يقول عنده كارزمة يعني هو عنده قبول في الويه ده اسمه حضور شخصي للشخص طب عمل ايه ما عرفش مش بقوله انه عمل او ما عملش عمل ايه ما عرفش بس هو كده اللي تحبه وحضرتك ما تعرفش ليه اسمه صاحب الكارزمة النجم ده نجم كده حضور لشخصه ده لا حاجة حلوة ولا حاجة وحشة نعم ولكن ده له اتجاه معين ينفع في انه مثلا مش لازم يكون الكلام من افكاره هو ولكن ينفع انه يمثلني لذلك نلاقيه منهم الدبلوماسيين نلاقي النجوم نلاقي بتوى خدمة العملاء نجا هيلين في الحاجة دي بعض الدول تفضل النجوم الدول اللي هي المؤسسية قوي نظام البرلماني اللي هو ايه عايزين الرئيس يسود ولا يحكم كريزة التورطايا ده بقى اسمه كده نجم نعم لكن عندنا بعد كده الزعيم الزعيم هو صاحب الفكرة يعني غندي مثلا حضوره الشخصي كان عامل ازاي يعني ما تشوفه حضرتك ما تحسش يعني انه يعني صحيح قد كده قليل حجم لو اتنين ماشيين في الشارع اتنين يلفت نظر حضرتك مش غندي خلق طبع ولكن الفكرة صاحب الفكرة الزعيم هو ده اللي عنده كارزمة الفكرة ده بقى حتى لو اختفى يعني نلاقي مثلا فيه ناس جيفارة بعد ما مات فكرته تزيد اكتر كمان شيخ احمد ياسين ازاي كم يسيطر على الوحوش بتوح حماس دول هو قاعد على كرسة من تحايا ده غياب صاحب الكارزمة الزعيم افضل بكتير جدا من حضوره من دل ل 27 سنة في السجن ما بيخشش الحمام له بأمر سجنه بس ايه كي بتاعون كلها بتسمع كلامه هو ده لانه بيقود بالفكرة فلما يموت يشتغل برضه عشان كده نسمع الزعيم الراحل ما نسمعش القائد الراحل طيب علشان انا دمي ديئتين اتفضل افن او تلاتة عازم ابسماعيل الشيخ عازم ابسماعيل بتشوف كارزمته فين او مضيط قوته فين تمام يعني على حسب البني ادم اللي بيبصله لو واحد بيبصله هو ما يعرفش خلفيته ولكن مثلا لانه هو ملتحي لانه هو فيه سمت السنة فيقول ايواء دي كارزمة اسمها كارزمة النجمة بالنسبة لك كارزمة شخصية عنده سمت السنة لو شلنا سمت السنة يعني رباني يبارك فيه يعني هو كده سنة عن نفس السنة لو شلنا سمت السنة ممكن الرجل يغاير رأيه يبقى ايزا دي كارزمة شخصية لكن لو واحد مذكره لو واحد قاعد معاه واشتغل معاه وقلقاه وعنده صفات إدارية يبقى ممكن دي كارزمة ده موضوع تاني موضوع سيد عمرو موسى مثلا انا اقول ده ستريت فورورد يعني الاستاذ عمرو موسى ستريت فورورد كارزمة النجم النجم يعني ده مفيش كلام دكتور محمد سليم العوة انا اعتقد ان الدكتور محمد سليم العوة زعامة لانه هو بيقول الاتجاه شرقا بيكلم بشكل مختلف بيقول الاتجاه شرقا مش من وجهة نظري مش بيشاور قوي على التفاصيل الإدارية من وجهة نظري فممكن يكون الكارزمة دي كارزمة زعامة المفكرين والأدباء والكتاب كلهم عندهم الحتة دي حتة الزعامة والسؤال هي مصر محتاجة مين؟ الفريق أحمد شفيق انا اعتقد انه هنا قوته هتبقى في الإدارة لانه هو قوته التنفيذية احنا شفنا له شغل تنفيذي وشفنا لنفذه بالفعل وبالتالي اعتقد اذا كان عنده حضور عند ناس الناس هتقول ان الكارزمة دي كارزمة المدير لانه يسمى كارزمة المدير هي كارزمة التنفيذ الدكتور عبد المينة عم أبو الفتوح انا اعتقد ان الدكتور عبد المينة عم أبو الفتوح عنده اتنين عنده كارزمة نجم في ناس شخصه قبوله هجومه من غير حسابات على حاجات معينة او بحساباته طبعا على حاجات معينة مدياله كده الحتة دي لكن كمان لانه هو كان في واحد من اكتر الاماكن على اساس بحث اداري كده بيقول ان العشر اماكن الاكتر تنظيما في مصر نمرة اتنين فيهم كانت تنظيم الاخوان المسلمين فبوجوده هذه السنوات الطويلة المفترض ان يكون قدراته التنظيمية عالية وبالتالي ممكن يجمع ما بين المدير وما بين النجم الاستاذ حمدين الصباحي انا اعتقد ان ده يخش في الاستاذ حمدين الصباحي يخش في موضوع الزعامة لانه بيتبنى الفكر النصري بتصرف صحيح بيقول بتصرف انا فيه حاجات اشيلها وحطها ولكن ده في الاخر فكر له اتجاه انا عايز اقول حاجة يا فندم الزعيم عن المدير المدير ده اللي بينفذ الزعيم بيقول رؤى رؤية ولكن مش بالضرورة يضمن تنفذها ولكن يشاور عليها الدكتور ايمان نور انا مش مذاكرة الدكتور ايمان نور للأسف الاستاذ مرتضى منصور انا اعتقد انه هو طبعا اكيد تقني قوي جدا في شغلانته كقانون وكده لكن اعتقد ان الناس بتبصله نظرة شخصية ممكن يحط تحط في حتة النجم بيتحط في حتة النجم اعتقد يعني انا بشكرك جدا دكتور اهاب فكر انا اعتقد انه خلص وبعتذر للسادة المشاهدين اللي طلبوا تليفونات اوعدكم هيكل لنا القاء تاني مع الدكتور اهاب عن الشباب يعني عايز الشباب يكلموك في فكرة كيف يدير نفسه مهم جدا واحنا في مجتمع متغير بقى عندنا شباب كتير قوي عايز اعرف الشاب ازاي يدير نفسه يدير امكانياته يكتشفها ثم يديرها ازاي متى حيبقى لنا لقاءات فيه ان شاء الله بشكرك جدا دكتور اهاب شكرا بشكركم التصويت نسبته الاخيرة هل تفضل اختيار او هل ستختار الرئيس اسلامي تميل الاختيار الرئيس اسلامي 54% بيقولوا نعم 46% بيقولوا لا سؤالنا على الفيسبوك نكمل معاكو بشكركم نلتقي غدا ان شاء الله في حلقة خاصة بكرة معايا حلقة خاصة جدا مع محمد زيدان شوفوه هيقول كلام ما سمعناهوش من فترة زيدان قاعد في المانيا يبقى له فترة طويلة خطفناه في خلال 24 ساعة كان في الزيارة في القاهرة انتظرونا غدا ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة